هذا رسم توضيحي لخلية التركيز وهي الخلية التي لها نفس القطب الكهربائي على طرفيها وكما تلاحظون هذا قطب من الزنك على اليسار وقطب من الزنك على اليمين أيضا الفرق الوحيد بين القطبين هو درجة التركيز فتركيز القطب الأيسر هو 0.1 مولار من محلول سلفات الزنك Zn SO4 أما على اليمين فالتركيز هو 1 مولار من محلول سلفات الزنك أي أن القطب الأيسر أقل تركيزا من القطب الأيمن وكنتجة لذلك تميل التراكيز للوصول إلى حالة الاتزان وهذا يكفي لإنتاج جهد كهربائي بسيط لكن كيف يمكن جعل هذين التركيزين أكثر تعادلا؟ ركزوا أولا على الجانب الأقل تركيزا يحتاج الجانب الأقل تركيزا لزيادة تركيزه وذلك من خلال زيادة تركيز آيونات الزنك 2 بلوس في المحلول لكن كيف تتم هذه الزيادة؟ يمكن زيادة تركيز آيونات الزنك بتحويل الزنك الصلب إلى آيونات الزنك وتحويل الزنك الصلب إلى آيونات الزنك 2 بلوس هو تفاعل أكسدة أي أن تفاعل الأكسدة يحصل على الجانب الأقل تركيزا إذن يتحول الزنك الصلب إلى آيون زنك 2 بلوس ويمكن تمييزه عن الجانب الآخر الآن من خلال كتابة التركيز أي 0.1 مولار M زائد إلكترونين ويتحرك هذان الإلكترونين عبر السلك مما ينتج تيارا كهربائيا والآن انظروا إلى الجانب الأعلى تركيزا لا بد من خفض تركيز هذا الجانب وذلك بخفض تركيز آيونات الزنك في المحلول ولخفض تركيز آيونات الزنك لا بد من خروجها من المحلول عن طريق اكتساب الإلكترونات وتشكيل الزنك الصلب واكتساب الإلكترونات يعد اختزالا أي أن تفاعل الإختزال يحصل عند الطرف الأعلى تركيزا هذه هي آيونات الزنك 2 بلوس وتركيزها هو 1 مولار وستكتسب إلكترونين وينتج عن ذلك الزنك الصلب انتقلوا الآن إلى التفاعل الكلي لاحظوا أن الزنك الصلب على طرفي التفاعل ولذا يمكن استبعاده كما يوجد إلكترونان على كل الطرفين أيضا وفي الجانب الأيسر يوجد آيون الزنك 2 بلوس ويبقى في المعادلة آيون الزنك 2 بلوس بتركيز 1 مولار ويتحول إلى آيون الزنك 2 بلوس بتركيز 0.1 مولار والآن كيف يمكن إيجاد الجهد الكهربائي لخلية التركيز هذه؟ وفقا لمعادلة نيرنست فإن جهد الخلية E يساوي جهد الخلية القياسي E0-0.0592 تقسيم عدد مولات الإلكترونات المنتقلة N ضرب لوجاريتم Q أي حاصل التفاعل كم تبلغ قيمة Q لخلية التركيز هذه؟ Q يساوي تركيز آيون الزنك 2 بلوس في الجانب الأقل تركيزا مقسوما على تركيز آيون الزنك 2 بلوس على الجانب الأعلى تركيزا أي 0.1 تقسيم 1 وهذه هي قيمة Q والآن جدوا جهد الخلية القياسي E0 تذكروا أن جهد الخلية القياسي هو جهد الخلية في الظروف القياسية أي عند تركيز 1 مولار من آيون الزنك 2 بلوس لإيجاده اكتبوا معادلة تفاعل الإختزال النصفي وهي آيون زنك 2 بلوس عند تركيز 1 مولار يكتسب إلكترونين ليتحول إلى الزنك الصلب وبالنظر إلى جدول جهود الاختزال القياسية فإن جهد الاختزال القياسي لهذا التفاعل هو سالب 0.76 فولت أما تفاعل الأكسد النصفي فهو حين يتحول الزنك الصلب إلى آيونات الزنك 2 بلوس ويجب أن يكون تركيز آيون الزنك 2 بلوس هو 1 مولار لأن المطلوب هو جهد الخلية القياسي أي في الظروف القياسية وهذه عملية أكسد وفيها يتم فقدان إلكترونين وجهد الأكسد القياسي يساوي جهد الاختزال القياسي مع عكس إشارة القيمة أي أن جهد الأكسد القياسي يساوي موجب 0.76 وبالتالي فإن جهد الخلية القياسي يساوي جهد الاختزال القياسي زائد جهد الأكسد القياسي أي سالب 0.76 زائد موجب 0.76 ويساوي 0 وهذا صحيح لأنه عند الظروف القياسية يبدأ التفاعل بالتراكيز ذاتها وبالتالي لا يوجد فرق في الجهد الكهربائي إذن عوضوا جهد الخلية القياسي وقيمته 0 هنا في معادلة نيرنست جهد الخلية يساوي جهد الخلية القياسي E0 وقيمته 0 ناقص 0.0592 تقسيم N لكن ما قيمة N؟ تذكروا أن N هنا يساوي 2 لأن هناك ألكترونين ينتقلان في التفاعل وأخيرا ضرب لغاريتم Q حيث قيمة Q هي 0.1 تقسيم 1 والآن أصبح بالإمكان إيجاد قيمة جهد الخلية كالتالي لغاريتم 0.1 تقسيم 1 يساوي سالب 1 ضرب 0.0592 تقسيم 2 ويكون الناتج هو 0.0296 أي أن جهد الخلية يساوي موجب 0.0296 فولت ولأن جهد الخلية موجب القيمة فهذا يعني أن التفاعل هنا تلقائي وهذه القيمة تمثل جهد الخلية اللحظي وهو جهد ضئيل لكنه موجود وهو ناتج عن فرق التركيز ماذا يحصل عندما يقترب التركيزان من بعضهما؟ سترتفع قيمة Q فينخفض جهد الخلية نتيجة لذلك كما لاحظتم في درس استخدام معادلة نيرنست لكن ماذا يحصل عندما يتساوي التركيزان؟ في معادلة إيجاد Q إذا تساوت قيمتها البسط والمقام فإن قيمة Q تكون 1 وعندها يكون اللغاريتم في المعادلة هو لغاريتم الواحد ويساوي 0 وبالتالي فإن جهد الخلية يساوي 0 وهذا صحيح لأنه عندما تتساوي التركيز تتوقف حركة التفاعل نحو جعل التركيز متساوية مما يعني عدم إنتاج أي جهد كهربائي ونصل بذلك إلى ختام الدرس